معركة لا تقل ضراوة عن المعركة العسكرية إن لم تكن أشد إنها المعركة المالية والمصرفية حرب بشعة مذ سنوات ساحاتها البنوك وشركات الصرافة تهدد بقطع آخر شريان للاقتصاد الوطني بدأت هذه المعركة في ستمبر 2016 عندما قررت الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن لأسباب عديدة لم تستسلم جماعة الحثي لهذا القرار وحولت بنك صنعاء إلى ورقة حرب مستفيدة من وقوع معظم المؤسسات المالية والمصرفية في مناطق سيطرتها فأصبح في البلد الواحد بنكان مركزيان أحدهما في عدن وآخر بصنعاء ولكل بنك سياساته المالية والنقدية وهو ما خلق ازدواجية في العمل المصرفي والمالي وفتح الباب أمام التصدع الاقتصادي وتعميق معاناة الناس يهدد البنك المركزي في عدن بوقف حسابات البنوك غير الملتزمة بالقوانين والممتنعة عن موافاته بالبيانات الكاملة عن نشاطها فتقوم جماعة الحثي باقتحام البنوك ونهب السيولة من خزائنها واختطاف مديرها بدعوى تعاملهم مع بنك عدن وتنفيذ سياساته يغلق البنك المركزي في عدن شركات صرافة وشبكات حوالات مالية لا تحمل تراخص رسمية صادرة عنه ويقوم بنك صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين بقرارات مضادة مصحوبة بابتزاز وأتاوات وفرض قيود على القطاع المصرفي طبع البنك المركزي في عدن طبعة جديدة من العملة المحلية فمنعت جماعة الحوثي تداولها في مناطق سيطرتها وهو ما تسبب في هبوط الريال اليمني إلى مستويات قياسية وارتفاع أسعار السلع وتأسيس سوق سوداء رائجة في التحويلات المالية والضحيتهم ملايين اليمنيين الذين يدفعون ثمن هذا الانقسام الحاد من حياتهم المعيشية تقول جمعية البنوك اليمنية إن انقسام المؤسسات المالية أكبر مشكلة يعاني منها القطاع المصرفي في الوقت الحالي ويطالب خبراء الاقتصاد بضرورة توحيد المؤسسات المالية والنقدية ووضع حد للانقسام الحاصل إذ لا يمكن للقطاع المالي والمصرفي الاستمرار في ظل الوضعية الحالية واستمرار الانقسام يهدد بانهيار اقتصادي شامل وتدمير شعب بأكمله ولا خير يرجى من التحالف السعودي الإماراتي وميليشيات الحوث والانتقالي وهنا تكمن الكارثة ترجمة نانسي قنقر